هل تظن أن قيادة السيارة هي القدرة على تحريكها فقط؟ كلا بل للقيادة أخلاق وآداب ينبغي أن يراعيها السائق المسلم فالسائق المسلم يلتزم بتعليمات المرور وإشاراته حفاظا على حياته وحياة غيره وطاعة لولاة أمره ولا يتهور في قيادته ولا يزيد من سرعته حتى لا يعرض نفسه ومن معه للهلاك ويأخذ بأسباب السلامة ويتأكد من خلو سيارته من الأعضاب ثم ينطلق متوكلا على الله تعالى وينتبه إلى الطريق جيدا ولا ينشغل بالهاتف أو غيره أثناء القيادة فإن ذلك سبب في كثير من حوادث السير وينتبه للسيارات من حوله جيدا ويحذر من خطأ غيره فإنه قد يكلفه الكثير رغم عدم تقصيره قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ويعطي الطريق حقه وهو غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحترم حق غيره في المرور والانتظار فلا يتعدى على أسبقية غيره ولا يوقف سيارته في غير الأماكن المحددة للانتظار حتى لا يعيق المرور ويتعامل مع السائقين والمارة وأصحاب الأعمال باللين والرفق والخلق الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وهو عفيف النفس لا ينتهك الحرمات ولا يختلي بامرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ويحترم مواعيده وارتباطاته ولا يتأخر عنها وقد مدح الله تعالى نبيا من أنبيائه بصدق الوعد فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا